بسم الله الرحمن الرحيم. آآ النهاردة هنتكلم على المحاضرة الرقم ثلاثة. آآ في التفاضل. وزي ما اتكلمنا قلنا ان احنا هنتكلم عن المشتقات. وزي ما اتكلمنا في المحاضرة في المولرج. قلنا ان المشتقات بيتضح عاميتها لمعرفة المشتقة للدلة. وكنا تكلمنا معناها الدلة يعني ايه. آآ ما تستخدمه في تطبيقات الهندسية الزراعية المختلفة. وخصوصا الهندسية الزراعية بالنسبة انه آآ مثلا لو عندي دلة جبرية ودلة جبرية احنا بينا عارفينها دلوقتي يعني لو قلنا دلة جبرية ايه هي? الدلة الجبرية هي كل ما هو يتم فيها من جمعة وضرب وطرح واسمة. آآ فالتربط بين معدل انتاج محصول معين وكمية السمان. اللي بتعطى لآآ الفدان. فبالتالي انا عايز اعرف قد ايه انتاجية المحصول اللي هي ممكن آآ تكافئ كمية سماد محددة. وبالتالي انا عايز اعرف الكمية المثلة لسماد علشان يديني انتاجية محصول عليها. آآ بالطريقة ديات انا بيبقى عندي آآ فيه متغير مستقل اللي هو كمية السماد اللي هحط لها في انتاجية وحسابك انتاجية الفدان في المحصول من المحصول وده حيبقى المتغير التابع. يبقى ازا احنا عرفنا ان اي دلة لها شقين شق انتغير المستقل. والشق التاني انتغير التابع. السؤال الشائع ايه هو معدل الزيادة اللي في المحصول لكل واحدة من كميات السماد المضافة وبالتالي اقدر ازبط كمية السماد المضافة بناء على كمية المحصول المطلوبة. وعندها تقدر تجيب انتاجية الفدان من المحصول كاكبر ما يمكن. اه ولذلك نجد ان حساب التفاضل اللي هو اهمية بلغة في الاجابة على مثل هذي التساؤلات. ازا هذي التساؤلات كلها دائما في اه متطاق التخصص. وبالتالي المستقاط لها قيمة عظمى. اه مش بس في الجزئية دي انما في عدد كبير جدا من الجزئيات. فمثلا لو انا عايز اعرف كمية المراد اه اضافتها او المفروض اضافتها على عشان اطلع برضو محصول. ممكن احسبها بنفس هذي الطريقة. اه كمية النوع بيدل اللي هتعمل مقاومة برضو نفس الكلام. اه في حاجات كتيرة جدا في العمليات الزراعية. ممكن استخدام منها المستقاط. اولا يعني ايش مشتقة? تعريف المشتقة زي ما احنا قلنا قبل كده هوت ان احنا عندنا بيسوي اف و اكس. طيب. نجد للسؤال. اه بتعتبر هي من المتغير المستقل. المتابع صوري. اه اكس من تغير المستقل. وبالتالي اف هي البروسيس اللي حتم على اكس ديت. فعشان كده بنقول عليها هي دالة. اه شرط الاساسي عندنا ان هي تكون دالة معرفة. يعني هي مدالة معرفة. يعني كل اه متغير بيتغير جوه هنا هو في اكس. او كل قيمة بتاخدها قيمة اكس اللي هو المتغير المستقل. قدامها قيمة المتغير التابع. اه ولا يمكن وجود قيمتين لاكس في هذي الحالة. وبالتالي اه ازا تواجدت قيمتين لاكس عند واحد واي يبقى دي مش دالة. وعشان تبقى معرفة احنا قلنا ان لازم تكون قيمة واحدة بس. متصلة اه بمعنى ان هي كلها اه معرفة. زي ما كنا بنقول بالنسبة للمحاضر لكده هوت. ان بيبقى عندي الدالة لها اه اه اتصال مستمر. طيب. مين اللي بيحدد هذا الكلام? اللي بيحدد هذا الكلام هو نتغير المستقل الاكس. فاذا كانت هناك قيمة لاكس. بيتانع عدم عندها هذه الدالة. يعني ما بيقاش لها قيمة. يعني اه قيمة بتاعت واي غير معرفة في هذه الحالة. فاذا الدالة هي غير مقتصرة. وبالحالة دي بنقول عليها دالة مفاصلة. طيب. ازا حالة ستغير في المستغير المستقل. المستغير المستقل اللي هو اكس. وزودناه بمقدار دلتا اكس. حنزود قيمة صغيرة جدا. سواء كان هذا التغير موجبا او سليبا فان ذلك يتبعه اكيد تغير في قيمة الدالة اولا. وطبيعة الحال ده حيؤثر على قيمة المتغير التابع. فبالتالي ازا كانت اكس هزيد بمقدار دلتا اكس فتغير في قيمة الدالة اف او اكس. فاكيد حيبقى واي هتغير بمقدار دلتا واي. على هذا الاساس لو انا عايز اجيب تغير في الدالة مقدار التغير في الدالة فحقول والله انا عايز اجيب دلتا اف. فدلتا اف ده بيعني ان هي دلتا واي. عشان احصل على دلتا واي هو في الحالة ديت بجيب قيمة الدالة المتغيرة او مقدار التغير اللي حصل انها تجعلها اه متغير مستقل بقيمة دلتا اكس. وشلم انها اصل الدالة اللي هو اف اف اكس فده يديني مقدار التغير في اف او في او مقدار التغير في اه المتغير اه التابعة. عزيم. عشان كده بندور على حاجة مهمة جدا اسمها متوسط معدل تغير الدلة. وهو ده اللي احنا بنبحث عنه في اه التفاضل اه وعشان احصل عليه لابد وان احصل عليه عن طريق اه ايجاة الدلتة. فالأروكات عندي دلتة وي بتساوي هذا الجزء اللي هو الدلة اللي موجودة عندي والتي تتمثل في تغير اكس بدلتة اكس. ناقص قيمة الدلة اصلية. اذا اسمتها على دلتة اكس في رأي الدين ما يسمى بمعدل اه متوسط معدل تغير الدلة. اذا معدل او متوسط معدل تغير الدلة هو قيمة الدلتة واي على الدلتة اكس. اه اذا جت نهاية هذه النسبة اللي احنا قدامنا دي. وكانت اكس تقول الى الصفر فانها اه فان ازا تواجدت هذه النهاية فانها تسمى مشتقة. يبقى ازا ازا كانت دلتة اكس. اه بتقول للصفر او بتروح ناحية الصفر او بتنعدم. فده معناه ان المتوسط اه معدل تغير الدلة بقى مشتقة. وبالتالي بيعود عنها بما يسمى بدي واي باي دي اكس. اذا عشان دلتة واي على دلتة اكس تتحول لدي واي على دي اكس. لابد ان انا اخد نهاية هذه الدلة عند اكس بتقول الى الصفر. وعلى هزا الاساس بيبقى الشكل بالعام بالمنظر ده. بيبقى اذا دي واي باي دي اكس بتساوي او نهاية دلتة اكس لما تقول الى الصفر عندما اه اكون عندي نسبة اللي هي دلتة واي على دلتة اكس اللي بتعبر عن متوسط تغير اه اه متوسط معدل تغير الدلة اللي موجودة عندي ده. طيب. وبالتالي يبقى كاني باخد الجزئية ديت هي دي اللي بجيب لها الليميت بهذا الشكل. طيب. تعال نشوف اه حاجة مهم جدا. تقدر اشارة لان دي واي على دي اكس. ليس هو الرمز الوحيد المستخدم للدلة في المشتق. خدت انت قبلكده هوت في المشتقات في السناول العامة اني ممكن اعود عنها اقول عليها واي داش. ده معناه ان هي واي باي دي اكس. ده معناه ان هي واي باي دي اكس. دي اف او اكس على دي اكس دي واي باي دي اكس اف اكس او دي اكس اف اكس وكلها بتاعني دي واي باي دي اكس او نهاية دلتا اكس لما تقول للسف لدي لتا واي على دلتا اكس طبعا احنا بمجرد ما وصلنا للمستقات حننسى موضوع النهايات نهائيا وحنتجي ناخد بعض القواعد زي ما احنا نشوف كمان شوية المستقات دي واي باي دي اكس بيكون لها قيمة محددة لكل قيمة من المتغير اكس اكيد يبقى هي بتتغير بالنسبة ال اكس وبالتالي اكس برضو ما زال هو المتحكم عندي فيها هزي المستقات فازا كانت اكس حتقول الى قيمة الماء وقتكم بتساوي قيمة ايه فالحالة ديت بقول ايه بقول ان اه الدل بتاعتي بيحصل لها تغير دي واي باي دي اكس عندما اكس تساوي ايه وفي الحالة دي بنقول عليها اف داش ايه طيب بيجي للنقطة اللي بعد كده لو انا عند لدي مثال ان انا عايز اجيب اه باستخدام تعريف المستق seguان ما قال تعريف المستقة يبقى قصده اننا احصل عليها عن طريق النهايات يبقى كلمة تعريف المستققة مهم جدا عندنا كلمة تعريف المستققة يبقى لازم اجيب الدي واي باي دي اكس عن طريق النهايات عن طريق الاثبات الاول اللي احنا كنا اتكلمنا عليه من شوية. فانا عندي هنا هو المتغير المستقرد اللي هو اكس. المتغير التابع هو اللي هي البروسيس. والبروسيس هنا هوت اللي هي السكوير. وذلك عند اي قيمة لقيمة اكس اولا كالجنرال. وبعدين اجابها عند قيمة اكس لما تساوي تلاتة. طب تعالنا نشوف مع بعض حنعملي. الحل بيقول لي ايه? بيقول لي والله ان دي بتساوي اف اوب اكس. وده معناه ان اف اوب اكس اصبحت اكس تربية. اذا اف هنا تعمي التربية. اكس هنا اف هنا تعمي البروسيس اللي موجود اللي هو قيمة اه القص اللي موجودة عندي بالنسبة للدلة. اه اللي موجودة عندي او اللي هي قيمة اه تغير او الشكل اللي بتغير به انه تغير اكس. طيب. احنا عايزين وują لو زادت اكس بمقدار دلتة اكس اضروري جدا تزداد قيمة اا وي بدلتا وي. وبالتالي ده قيمة وي زائد دلتا وي. حيبقى بيساوي الف او اكس ده هي. ما بقيتش اكس بقى. بقيت اكس زائد دلتا اكس. وعليه لو انا اه شلت هذا وحطيت مكانه ده. فحيبقى معناها ان اكس زائد دلتا اكس تربيع. ده حيساوي اه لما اربحها فحتبقى مربع الاول زائد مربع الاخير زائد الاول في الثاني في الثاني وده يبقى فك لعملية التربيع اللي موجودة عنده هنا اول لما نجي نبص ونكمل احنا عايزين نجيب دلتا احنا بندور على دلتا ا Massachusetts وبعدين عايزين نجيب بعد كده هو متوسط معدل تغير الده. يعني نجيب دلتا على دلتا اكس فالاول عايزين نجيب دلتا وي عشان نجيب دلتا واحدها فده معناه ان انا هقول ان الوق دي بيساوي زائد دلتا واي واي. طب تعالا مع بعض. هي واي زائد دلتا واي دي بيتساوي ايه اساسا الجزء كده كله. ده كده بيديني واي زائد دلتا واي اللي هو الجزء ده. طب هو واي لما نحطها بسالب الواي اساسا بيتساوي اكس تربيع. يبقى معنى الكلام ده بيستطيعون بنقول ايه? بنقول ان ده هي اكس زائد دلتا اكس ناقص افة في اكس لان دي واي قيمتها اللي بنجابها هنا. وعلى هذا الاساس لو انا شالت بقى الاكس زائد دلتا اكس اللي هي هنا هوت. وحطيت ما كانها ما يساويه. بعد التربيع. وان الواي اساسا نومتها اكس تربيع. هحطها ينوفر الاكس تربيع. هتروح مع الاكس تربيع. هيتبقى لي الجزئية دي. اللي هو ده المتبقي. يبقى ازا دلتا واي في الحالة ده بتساوي اتنين اكس دلتا اكس زائد اكس تربيع. دلتا اكس تربيع. عايزة اجيب معادلة التغير. فحيبتدي اقسم دلتا واي على دلتا اكس. وبالتالي هيبقى عندي دلتا واي على دلتا اكس بساوي اتنين اكس دلتا اكس زائد اكس دلتا اكس تربيع على دلتا اكس. طيب. حينما تقول نهاية هذا الموضوع لسه ما اقدرش احدد فيها اي حاجة. لكن في الاول اخلص الكلام دوت جبريا مع بعضين. فانا عندي هنا مضروبة دلتا اكس وهنا مضروبة دلتا اكس تربيع صح? طيب يبقى انا حضيع الدلتا اكس ديت اللي هي موجودة عندي. اه الجزء ده حيضيع مع ده. مع التربيع اللي فوق ده. فحيتبقى لي ايه? حيتبقى لي اتنين اكس اهي. زائد دلتا اكس. كده لغاية دلوقتي انا ما اقدرش اقول ان انا جبت اه معدل التغير. متوسط معدل التغير. انا جبت النسبة بس. عشان اجيب الكلام دوت اللي هو اه اجيب نهايته يعني. واجيب الانتواصل فحيقول ان دي واي باي دي اكس. اللي هي واي داش اللي هي اف داش اكس. هي لمت لدلتا اكس. لما تقول لسفر لما تكون دلتا واي على دلتا اكس. طيب دلتا واي على دلتا اكس فين? اهي. اللي هي مين? اللي هي دي. ازا هشيل ده واحطه مكان الجزئية دي. وبالتالي هيبقى دلتا اكس ناقص زيرو. اتنين اكس زائد دلتا اكس. طب عوض عن دلتا اكس هنا هو بزيرو. يبقى بالحتة ديت يبقى ده معنى حاليا عدم. وهيساوي زيرو. وفي هذه الحالة تبقى النتيجة ايه? اتنين اكس. طبعا الكلام ده انت اخدته قبل كده. يقول لك ايه? يقول لك تفاضل اكس سربيع يساوي ايه? فانتا تقول له على طول ان اف داش اكس بساوي اتنين اكس. بمعنى ان انت لو كان عندك دلة وقالت لك ان فيها واي. اه بيساوي اكس سربيع. كنت بقول لك اه فاضل لي اه الدلة دي تقول لي والله ينزل القص وترح من القص واحد فيطلع لقيمة اللي احنا اتكلمنا عليها. طب احنا عايزينك ده بالنسبة الاكس او ده بالنسبة. طب ماذا لو كانت اكس بتلاتة? لو كانت اكس بتلاتة هعوض هنا يبقى هحط هنا اكس بتلاتة اللي هي دي. وبالتالي اه هتبقى قيمة الدلة عندما تكون اكس بتساوي تلاتة هتساوي ستة. طيب. يبقى احنا كده فهمنا الجزئية دي جبناها منين? جبناها من حاجة مهمة جدا هو طلب مني ايه? طلب مني تعريف المشتقة. باستخدام تعريف المشتقة. عشان اروح لتعريف المشتقة يبقى لابد ان انا اوصل للخطوة دي. اللي هي فيها دلتا واي على دلتا اكس. عشان اجيب دلتا واي كان لازم ولابد اوصل الاول. اشوف الواي بتساوي ايه? هي افل اوب اكس. هزود الاكس دلتا اكس. جوة الدلة. اهو. يبقى دي تغيرت من هنا لهنا. ما بقيتش اكس بقى. لا دي بقى اكس زائد دلتا اكس. عشان الواي تتغير من الواي لدلتا واي. دي نقدر دلتا واي. طيب. وبالتالي انا عندي اف او اكس اساسا هي مين هي اكس تربيع. فبالتالي هنزع الاكس اللي هنا واحط مكانها ما تسويه ده. فهيطلع لي اكس زائد دلتا اكس تربيع. وبعدين افك القوس ده. اه التربيع الكامل. فهيبقى عندي اكس سكوير وآ اه دلتا اكس سكوير واتنين دلتا اكس وهكذا. وابتدي امشي في الطريقة اللي احنا اتكلمنا عليها من شوية. ووصلنا الى ان عند ما تكون اكس بتساوي ثلاثة اقدر اقول ان هي هتساوي ستة. طيب. آآ المعنى الهندسي وده مشكلة كبيرة جدا دائما بتبقى موجودة عند الطلبة. يعني ايه معنى الهندسي? قالك المعنى الهندسي بيقول لي ايه? بيقول لي ازا كانت الدلة بتاعتي واي بتساوي اف اوب اكس المتمثلة في متغير مستقل اكس. ومتغير تابع واي. مع وجود آآ بروسس قنطو ما يكون هو الاف. دي دلة متصلة وده احنا اتفاقنا عليها عند جميع النقاط واللي يكون شكل منحنة الدلة هو كامل وبين بالشكل. تعال نشوف ادي الدلة اللي احنا بنتكلم عليها. وهي بتساوي اف اوب اكس اللي مين بقى للمنحنة ده? بص كده للمنحنة ده هتلاقي هزا المنحنة ماشي مستمر مفيش اي تقطع فيه نهائي خالص وبالتالي هو معرف عند جميع قيم اكس. وبالتالي في قيم لوي. ازا هي دلة متصلة. عظيم. لو بصينا لآآ النقطة ايه? اللي موجودة على المنحنة ده. عندنا نقطة هنا اسمها نقطة ايه? وعندنا نقطة هنا هو التانية هناخدها اللي هي نقطة دي. طب تعال نشوف. لو جيت اسألك ايه هي احداثيات ايه? هتقول لي والله عشان اوصل لايه? لازم امشي مسافة اكس. عشان اطلع مسافة واي. وبالتالي احداثيات النقطة دي هتكون مين? هتكون اكس. يبقى دي احداثيات النقطة عندي. اقول لك جميل. يبقى ازا النقطة ايه? هي احداثياتها اكس واي. موجودة على المنحنة ده. اكيد. طيب. لو زودنا عن اكس بمقدار دلتا اكس. اللي هي دي. وزودنا عن الحركة بجزء الواي ده بمقدار دلتا واي. اهو. يبقى الحتة دي كده هو دلتا واي. عظيم. حاجة اقول لك يبقى ايزا في الحالة ديت انا مشيت من اكس دلتا اكس. ومشيت من واي لدلتا واي. فبالتالي الدلة بتاعت تغييرت من اف اف اكس الى اف اف اكس زائد دلتا اكس. هتقول لي ايو اقول لك طيب انا عايز اجيب احداثي النقطة بيه. احداثي النقطة بيه هتقول لي لا بقى استنى. انت عشان توصل لنقطة بيه عملت ايه? كان عندك مسافة مقدارها اكس زودت عليها دلتا اكس. يبقى معنى كده ان الاحداثي اكس هو ما بقاش اكس بقى? لا. ده بقى اكس زائد دلتا اكس. اه. يبقى ده اول احداثي للنقطة. طب والنقطة بتاعت واي مع نفس الحكاية. انت مشيت من المسافة دي واي ثم زودت عليها دلتا واي. وبالتالي هتبقى هنا اه الاحداثي بتاع الواي زائد اه دلتا واي. عظيم. يبقى ده الاحداثي بتاع النقطة الثانية. لذلك يقول لي اه? يقول لي ان احداثي النقطة بيه هو اكس زائد دلت اكس ووي زائد دلتا واي. طيب. ده كده هو اه الخط ده لو انا وصوته. يعني انا لو جيت هنا هوت وقلت انا حوصل الخط ده اه اللي موجود عندي. ما بين نقطة دي ونقطة ايه? واستمرت بالخط ده في الاتجاه ده او في الاتجاه دوت زي ما هو كده. ماشي. اقول لك حلو قوي. الخط ده اصبح ايه? بيقطع المنحنة. فبنقول عليه قاطع او الوطر. ولذلك بيقول ازا رسمنا القاطع اللي هو ايه بيه? فيكون ميلو مساوي مين? تعال نشوف الخط ده. الخط ده اساسا ميلو زي ما انت شايفه كده هوت. لو شلنا الكعبالة اللي احنا عملناها دي. سوري. اهو. اه لو شلنا الكعبالة اللي احنا عاملنا هنا هوت ايوة اهو. تعال نشوف الخط اللي عندي ده اه? اللي هو من نقطة ايه لنقطة بي ده. عايز اجيب ميلو. يقول لك الميل احنا خدناه في الهندسة التحليلية اللي فات هو اه الفرق ما بين على الفرق ما بين الاكس. الفرق ما بين اللي هو ايه? المسافة دي كلها ناقص الفرق اللي تحت ده. اللي هو يعني معناها ان هي دلتا واي على دلتا اكس. يبقى ده معناه يديني اه ميل. يبقى كده الميل انا جدته عند هذه الحالة. يبقى في الحالة ديت التفاضل لو انا جدت نهاية هذا التغير اللي هو يعتبر اه معدل او متواصل معدل التغير الدالة بتاعتي عند هذا الخط بالنسبة للميل ده. اصدقل بالك اي نقطة بتقع الخط هنا هوت هو ميل الخط. طب تعالى كده هوت يبقى ده معناه ان دلتا واي على دلتا اكس هو ميل الخط ده. عظيم. يبقى ده كلام حلو جدا. تعال اذا ثاني لمنعنى الهندسي اللي احنا تكلمنا عليه. بص يا سيد. هو قل لي هنا ايه ادي النقطة ايه و ادي النقطة بي. ايه و اه و ادي الخط القاطع. ادي المنحنة بتاعي و اه دي الدل اللي موجودة عندنا. و ادي احداثيات النقطة الاولى و ادي احداثيات النقطة التانية. هو بيقول لي ايه. بيقول لو دلتا اكس ملها دلتا اكس دي. قالك لو دلتا اكس دي ابتدت تزغل 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 لغاية ما وصل الصفر. يعني بقت مفيش صغير هنا. فاكيد نقطة بي دي هتتنقل من مكان ده للمكان ده. ليه? لان الخط ده كله اختفى عندي. وبالتالي هتلاقي ان الخط اللي هو القاطع ده هيحصل عنده دوران حوالي النقطة ايه? هو بيقولي الكلام ده. ان نقطة بي تنطبق على نقطة ايه? والوطر يصبح مماسي. طب ازاي الكلام ده? تعال هنشوفك تشوف الكلام ده ايه? اولا ادي نقطة بي راحت عند نقطة ايه? وهتنطبق تقريبا عليها. ثم قيمة دلتا اكس دي بتقل. يعني تصل ناصر تاني الى ما يسمى باكس. ففي الحالة دي الخط ده يبتدي يلف ويدور ويبقى حينطبق على الخط اللي كان موجودة عندي هنا ويصبح مماس للمنحنة. اصبح مماس للمنحنة. طيب ميل مماس المنحنة هنا هوت بيعبر عن ميل المنحنة. وبالتالي لو انا جبت نهاية الميل ده هيبقى كايني جبت ايه? تفاضل الدلة. تفاضل الدلة. اذا تفاضل الدلة او مشتقة الدلة هو ميل الخط او ميل المنحنة. امتى? حينما يصبح الخط مماس لذلك المنحنة. عظيم. مما يوين ان قيمة المستقة دي هي عند القيمة معينة للمتغير اكس تساوي ميل المماس للمنحنة. عظيم جدا. طيب. يبقى احنا كده فهمنا يعني ايه? تعالوا نشوف ان هو بيقول ايه? عايزين نوجد معدلة المماس للمنحنة. معدلة المماس للمنحنة? اه. اقول له طيب بصي بقى سيدة. بما ان احنا هنتكلم على معدلة مماس للمنحنة يبقى كايني بالزبط بقى جيب معدلة المنحنة. ليه? لان معدلة المماس للمنحنة عند نقطة ولتكن هذه النقطة هي احديثياتها. حيث فيها بسالب تو والواي بي تو يبقى حقولك حلو جدا. طب هو الميل هيجي ازاي? قال لي في معدلة اخدناها في الهندسة الحللية بتقول ان معدلة خط المستقيم اللي ميله ام وبيمر بنقطة ايه وبي هي. عبارة عن ايه بقى? قال لك عبارة عن واي نقص بي. ام دلتا اكس نقص ايه. دي معدلة اخدناها في الهندسة الحلية. واحدة من ضمن اشكال خط المستقيم حينما يكون ميله معروف وبيمر بنقطة معروفة. النقطة مين? النقطة هي احداثياتها الايه بالنسبة للاكس والبي بالنسبة للواي. عظيم. طب احنا النقطة عندنا اه هي دي. يبقى ده يبقى فاضل لانا مين? الميل? الميل غير معروف. يعني ازا النقطة اللي هو عطهالي اللي هي ايه دي? انا عارفها. والبي دي انا عارفها. اللي هي قيمة سالب تو واتنين. طيب. يبقى كده انا لو حضرت اه ادرت اجيب ام. اللي هو ميل الخط يبقى انا جبت المعلقة. طب عشان اجيب ميل الخط يبقى حاجيب مين? تفاضل الدلة. ازا انا عايز افاضل الدلة دي عشان اجيب الام ده. يبقى كده الحل ابتدأ يظهر عندي. فحقول ازا كنت عايز تجيب واي اف او اكس بتساوي اكس تربيع. يبقى اف داش هتساوي اتنين اكس. عظيم جدا. يبقى ادي الميل اللي انت بتكلم عليه اهو. قيمته ايه? اتنين اكس. عظيم. الاكس اللي هتمر في هذه الحالة كام? الاكس اللي هتمر هنا سالب تو. حل. عوض عنها هنا هو. بسالب تو. فحتبقى القيمة الرقمية لهذا المتغير حينما يساوي سالب اتنين. حيبقى سالب تو في تو يعني معناها ان الميل بتاعها حيساوي كام? اربع. يبقى ادي قيمة الميل رقمية. اللي هاخدها واجري بيها احطها في الام. ويبقى كده انا عرفت الام. وعرفت الايه? وعرفت البي. اتحلت المسألة وقدرت اجيب قيمة المسألة اللي هي قوي بتساوي سالب اربعة اكس. لو جيت قلت لك بقى سؤال اضافة لهذا الموضوع. ما هو الميل? هتقول لي ما احنا جايبين اقول لك سوف من الجزء المعطوع من المحوة ورصادات? هتقول لي سالب ستة. يبقى هنا انا جبت الجزء المعطوع من المحوة ورصادات وجبت كمان الميل لو انا اضبت زيادة في السؤال. يعني كنتم ممكن اقول اوجد معادلة المماثل المنحنى ده عند النقطة دي مع تحديد الجزء المعطوع من المحوة ورصادات. فكان بقية الحكاية هتقول لي والله الجزء المعطوع من المحوة ورصادات هو سالب ستة. طب. يعني ده شكله عامل ازاي? اقول لك اه 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 الجزء بتاعي سالب يبقى حنزل هنا واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة تحت كده اهو يبقى يبقى الخط بتاعي سالب ستة هنا مسلا. وكمان الاتجاه بتاعي رايح الناحية التانية فرايح الناحية التانية كده هوت علشان يبتدي يشتغل عن جيد. طب عن لو عوضنا هنا هوت عن قيمة الاكس هقدر اقول الخط بتاعي ماشي بتاعي. خلاص. يبقى احنا كده قدرنا نحدد اه شكل الخط كمان اللي موجود عندي. عظيم. بالطريقة دي يبقى احنا قدرنا اه نحدد المثال اللي موجود عندي. بشرط ان انت لما تيجي بتفكر بتفكر بتلاتة اه محاول. المحور اولاني. معادلة المماسل منحنة لو جبت لها تفاضل يبقى انت جبت ميل خط المستقيم. كويس? لان المماسل منحنة هو خط مستقيم. عند نقطة معينة. والنقطة المعرفة هي احداثات النقطة اللي هتحددلي اه القيم بتاعتي. وبالتالي هروحها وطول لشكل المعادلة ديت. وبالتالي اقدر احل المسألة بالشكل اللي احنا شفناها. طب تعالى يا سيدي. لو انا عايز اعرف يعني ايه ده اللي قابلة لاشتقاق? ده اللي قابلة لاشتقاق يعني معناها ان هي قادرة على ان هي يحصل لها تفاضل. عند كل نقطة. اه بما في ذلك ان اكس تقول او تساوي اكس نقطة. يعني عند اي قيمة اكس عزيمة. اذا الدالة متصلة لازم تكون متصلة. والنهاية ديت اقدر اجيبها. واجب ان لا يكون هناك اختلاف في قيمة النهاية سواء اقتربة من السفر من جهة اليمين او من جهة الياسة. وكلام ده اتكلمنا فيه اكتر من مرة ويمكن شرحناه المرة اللي فاتت لو انا جاي من زائد في محور اه على خط الاعداد او جاي بالسالب على خط الاعداد ومنتجه الى السفر. فمن الناحية دي او من الناحية دي لازم ولا بود. شرح قبل كده قلنا ان لازم دي اللي جاي من هنا هو هو اللي جاي من هنا وإلا الدالة دي ما تبقاش دالة ولا تعرف. فبالتالي اه احنا اتكلمنا على هذا الموضوع وقلنا اه في الكلام ده طيب. قالك بتكون اف او او اكس. بساوي اف او او اكس قابلة الشقاق لو كان عندي فترة فترة يعني يعني نفترض دلوقتي. انا كان عندي منحنة بالمنزل ده. وكان عندي هنا في نقطة وكان عندي هنا في نقطة ثانية. يمكن النقطة كانت موجودة هنا والنقطة كانت موجودة هنا مش مشكلة. المهم ان في فترة بيتغير خلالها الدلة دات. هي مقدر ايه? ومقدر بيت. طيب. هي متصلة? اه هي متصلة. ازا هي معرفة عندي ايه? ومعرفة عندي وبالتالي لو كانت دلتا اكس بتقول للسفر في الاتجاه الموجب فانت يبقى جاي هتعود عن اكس هنا بايه? ولو جاي من اتجاه سلا بيبقى بتقول للسفر لما هتعود عنها ايه. ازا هنا لو عوضت في الاتجاه دا. يعني انا انا ماشي من هنا ورايح طلع من السفرة وادي محور الاكس يعني ما مشي انا هرسلها لسفر ايه تانية اهو لو قلت ان انا عندي المحاور لو قلت ان انا عندي محور ادي محور واي وادي محور اكس طيب فين الزير اهو الزير. لما بقى مشي كده في الاتجاه ده عشان نوصل للبي. انا كده ماشي في الاتجاه موجب صح? لكن انا لو جاي من من ورا من هنا كده هترايح عند السفر انا كده بمشي في الاتجاه السالب رايح للسالب. اه هو ده موجب لكن انا بقلق بقلق يعني بشيل بشيل فيبقى دي البي لكن هي الدالة معرفة عن ده ومعرفة عن ده طيب. اه قواعد الاساسية بيقول لي ايه? بيتضح من القواعد الاساسية بالنسبة او الفنضامينتالز يعني او القواعد الاساسية للشقاق. زي ما قلنا كده هوت ان لما اكس بتزيد بدلتا اكس فواي بتزيد لدلتا واي. هي عملية اه متعادة فالدلتا واي اه الواي زي الدلتا واي هتساوي الاف واب اكس زي الدلتا اكس. ده قلناه قبل كده هوت. وعشان اجيب الدلتا واي فلازم اخد ما يساوي الدلتا واي اللي هنا اللي هي الواي دي لابد ان انا اجيبها الناحية التانية فحتبقى بالسالب وبما ان الواي بيساوي اف او اكس فحعود هنا بالاف او اكس ويطلع له القيمة دي وبعدين دلتا واي على دلتا اكس اجيبها واجيب اه ده ما يسمى متوسط اه تغير متوسط ماشي او متوسط اه معدل تغير الدلة اللي هو ده وبعدين هجيب نهايتها تجيب للمشتاقة خلاص ما فيش اي مشكلة في الكلام ده لو عندنا دلتا زي ديات بقى دي دلت اه سألنا قبل كده السؤال ده وفي المحاضرة اه وقلنا ان دي دلت ايوة دلت قوة دلت قوة مش دلت قوة لان الاكس هو الاساس وده المتغير المستقل الذي سوف ياخد قيم عديدة اه بتعتمد عليها الدلت رغم ان القوة دي سبتة يعني في الحالة دي قد تكون القوة هنا اتنين اربعة ستة تمانية انما حتكون عند اللحظة المعينة هذا المتغير هو اللي هيغير لقيمة الدلتا والبروستس هتبدي شكل مختلف عن هذه القيمة لقيمة واي فلو كانت مسلا اكس تربيع فانا بحط هنا اكس باتنين فلا يمكن ان واي هتطلع باتنين لأ نتيجة لان الباور هنا بقى اتنين فالاكس هنا هو هتبقى اتنين قص اتنين باربعة ازا قيمة واي تطلع باربعة طيب تعال نشوف لما اه الاكس تتغير بدلت اكس والواي تتغير بدلتا واي يحصل ايه قال لك ولا حاجة حيبقى الواي زا قدلتا واي بتساوي الاكس زا قدلتا اكس اوس ان كلام جميل وبعدين احنا عايزين اجيب دلتا واي دي بس عشان اجيب دي بقى لازم اخد دي واوديها الناحية التانية وعشان اوديها الناحية التانية ححطها بالسالب يعني هتبقى هنا سالب واي وبعدين حلقى الواي بايه باكس اوس ان اروح معاوض عنها هنا فتبقى دلتا واي بتساوي الفانشن بتاعته اكس زا ادلتا اكس اوس ان هنا بقى حقف عند مين كنت انا طلبتها منكم في المحاضرة دي اسمها نظرية ذات الحدين او الحدود الثنائية مفقوق الحدود الثنائية دي لازم تتفك عشان اقدر اشوف انا هقدر اوصل للي انا عايزة هي دي المفروض لما هتتفك وحنبتدي نشتغل فيها هتبتدي تطلع لي بحاجة شبيهة كزي دي وفي نهاية البطاف لما اعود عن الدلتا اكس بتقول الى الصفر يوم يطلع لي ان هي القاعدة الاولى ازا كانت عندي دلتا باور انزل القص واطرح من القص واحد وبالتالي هتبقى ان اوف اكس ان ماينس واحد طيب مش سقط سي دائما هو سي فاذا مش سقط سي لو جبتلها ثابت يبقى بصفر يبقى اي دلتا اي ثابت مش سقطه بصفر خلاص حتى لو كان الف حتى لو كان الف حتى لو كان سفر خلاص مش هيزهر طيب تعال نشوف مش سقط الدلتا دي هنا هوت واضحة جدا وانتوا جبتوها ساعتها قلتوا خمسة اكس اربعة زيرو خلاص كده صح خمسة اكس صح اللي هي كده هو بالزبط كده تمام اه مش سقط مجموعة جابلي العدد من الدوال دي عمليا بسيطة جدا اه لو انا عندي دلتين واحدة اف اكس والتانية جي اف اكس والاتنين عندهم عملية جمع زي ما هو ده او طرح فده معناه ان انا حاخد تفاضل الاول زائد تفاضل التاني هنا فيه ثابت كمان انا بخلي الثابت ده برا تفاضل لان ما لوش اي اه تدخل معايا فيبقى الثابت المضروب ده هيطلع برا اللي عملية تفاضل ويبقى كأني بقول حاخد تفاضل الاول وتفاضل التاني تفاضل الاول ناقص تفاضل التاني المهم ان اعملية بسيطة جدا مسهلة طريق لو جينا نقول اه اوجد المشتقة دي اهي المشتقة باقي ناقوي دول مشتقة واحدة والتانية ده اول حاجة هعملها ان انا حاجة اعمل ايه حروحول ده هيبقى يبقى وطلحها فوق تبقى ايه كده يبقى انا وصلتها للحالة اللي انا عايزة وبعد كده اهوت حنز بقى اه القص اربعة وخلي القص الجديد تلاتة وهنا هيبزل دوت وخلي القص الجديد عندي برضو فوق اهو فتبص تلاقي دي تلاتة فا اربعة فتناشر دي تلاتة والطلقة نزلت هي بالسالب فتغيرت الاشارة وهنا بقت سالب اربعة على تلاتة كده حلو اول ان اطرحت منها واحد والواحد بيبقى كام بطرح منها واحد يعني واحد تلاتة على تلاتة بالسالب يبقى تلاتة وسالب واحد وسالب تلاتة يبقى سالب اربعة على تلاتة زي ما احنا شايفين كده وتطلع بالزبط طيب حصل الضرب قانون وعارفينه بيقول ايه بيقولك اذا كانت هناك دلتين قابلتين للتفاضل فان مشتقط حاصل ضرب وما بيسوي حاصل ضرب الدلة الاولى في مشتقط التانية زائد او ناقص حاصل ضرب الدلة التانية في مشتقط طب ايه سالب دي لانه لو كان طالع عندي اي اشارة لكن هي في الاصل زائد طيب طيب اذا كانت الدلة كده اهو فراح ما طالع حالي كده اهو زي ما انت شايف كده على حسب القيمة لو حتى في ثابت بقى هو دي هي الثابت اللي كان هيبقى هيغير في قيمة الكلام ده لو فيه ثابت قابل السي اه اه يعني اه كان هنا سالب خمسة او اه في اي حاجة فممكن تغيير اللي دي يتبقى اشارة طيب عملية الاسمة معروفة عملية الاسمة هي عبارة عن ايه عبارة عن اه مربع المقام وبعدين باخد المقام في مشتقط اه البصل ناقص البصل في مشتقط المقام وكان الله بسر عليه المنتهينا على كده اولا مشتقط دلة الدلة ودي مهمة جدا ان هي متعددة متدخلة متعددة متدخلة فانا عندي هنا الواي دلة في مين دلة في تي. والتي دلة في اكس. انا لما بجيب تفاضل لما بجيب مشتقة بجيب الدي دايما بدور على دي واي على دي اكس. يعني انا بدور دايما على مين على واي دايش. واي دايش دي ما تعبرش عندي خالص الا دي واي على دي اكس. لما تقول لي دي واي على دي تي ما تديش. هتقول لي دي تي على دي واي على دي اكس ما ليش جعله. فالحل الاخيد انعايش دي على دي. فبالتالي لما نيجي نبص نيقول لك ايه ان الدي واي على دي اكس بتساوي دي تي دي واي على دي تي هنا. وهنا دي تي على دي اكس هنا. عظيم. فيبقى حاصل دال بالدلتين بحيش ان ده يروح معا ده. فيبقى هو ده الناتج الواحد. طيب يبقى تفاضل الاولاني في تفاضل التاني يديني تفاضل دالة الدالة. طيب. كده جلام جميل جدا اه بالنسبة لي. عظيم. ويمكن تعلمي هذه النظرية المركبة للدول المركبة اكتر من جدلك فازا كانت مسلا عندي اه ي دالة في اليو واليو دالة في تي. والتي دالة في اكس. ففي الحالة دي هتبقى الي دي يو. والدي يو على دي تي. والدي تي على دي اكس. طيب انا عايز는데 نهائي إلك كانت معناها ان انت حساكد حاصل دور بالكلام ده في بعدي اهو. вари دي يو. دي يو. البالي دي اكس. وبالتالي ده كله هيشتغل مع بعضي ويديني الناتك الاخير اللي هو دي عظيم. بس بشارت اني لازم اجيب التفاضلة دي كلها. عظيم. اه كده هو ده مثال بيوضح لي هذا الموضوع. والمثال ده انا شرحته في المحاضرة وقلت اني دي دلة قصية. اه سوري تلاتة فيها كسيرة حدود هنا هو فيها جبر داخلي. اه عايز اجيب تفاضل فممكن اتعامل معها. بس بشارت ان ما حاجة هتعمل معها هتعمل معها. الطريقة الاولى هي ايه? هي ان انا انزل القص. وحط القص زي ما هو وحط القص الجديد اللي هو اتنين. وبعدين اجيب ما بداخل القص. اللي هي تبقى اربعة قص ثلاثة خمستاشر اكس تربيع زائد ايه? او نقص اربعة اكس. تمام. ده حل. الحل التامي بقى ان انا اشتغل بطريقة المركبة. اللي هي ايه? ان انا احط القص بتي. والده اللي تبقى عندي ايه? اف تي او ثلاثة. اذا انا حفاضل اف او اكس بالنسبة لتي. وهنا حفاضل الواي بالنسبة لتي. فيبقى عندي دي واي بالنسبة لدي تي. والدي اه تي بالنسبة للدي اه لدي اكس. ويطلع لي في النهاية اهو. دي اف باي دي اكس. يبقى دي اف باي دي تي. ودي تي باي دي اكس. اه هاتلي سفاضل الاولاني اللي هو ده. هيبقى ثلاثة في تربيع. اهو. يبقى دي بقت كده. وهاتلي دي تيبقى عنها هي. اللي هي دي. في قص الاولاني اهو. فبيقول لك ايه? بيقول لك اه دي تلاتة في تربيع. بتساوي الكلام ده. طب. شي بقت تي ورجح الاصلة اللي هو ده. هيبقى الحل اللي احنا حصلنا عليه. وشكرا. شوفكم في المحاضرة يا ان شاء الله.